اشتركوا في القناة في فقمته وذكائه وعلمه وتخرجه تصد تمنع تحجاب وتغلق وتصفد الأبواب في وجهه حتى لا يكون شأن حسدا من عند أنفسهم جاءوا بسحر عظيم سنين طويلة سحر فاس سحر اليهود سحر التعطيل والذبح والدماء سحر القبور والمقابل سحارا كثيرة مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الضوخية الشرعية تحت إشراف سفير الضوخية العالمية الراق المغربي نايم ربيع اختفى سلين تواصلين جلاه الله فاسمعوا عين جيت إلى هذا الرجل وقصته نعلمها بإذن الله جل وعلا فقد سبق وتكلمنا مع من يسكنه من الخدام والحراس والأعوان وأسلموا لله جل وعلا واعترفوه بالسحر فاس القديم بالسحر الجامعة القديم حسدا على نظوغه وعلمه وتفوقه وفهمه وذكائه ونجاحه جاءوا بالسحر القديم بالسحر العظيم سحر الصحرة اليهود من كانوا يعمر نفس ويقضننا نفس كانوا يسحرون يمرضون يعطيون يفرغون سحرة اليهود أخذوا من أسحارهم وسوادهم وشياطينهم فجاءوا بها إلى هذا البدن فعذبوا وأذنوا وأهانوا ضيطوا وعطيون كنتم سجناء في هذا البدن فأصبح تباقت عليه الأرض بمراحبت ففكر في الإجراء والبعد عن هذا البلد وعن هذا الوطن وعن هذه الديار وعن الأهل والأحباب فاستقر في أوروبا بعيدا ومع ذلك فرمون لكن أنتم داخله معهم تعذبونه تعطلون كل شيء كل شيء إلى يومنا أسلم من أسلم من الخدام والحراس والأعوان ولازمنا ننقب في هذا البدن لازمنا ننقب في هذا البدن العظام يراها معقودة والأعصاب معقودة والمفاصل معقودة الهمة كذلك والصبر كذلك لا يشعر أبدا بسكينة أو براحة لا يشعر أبدا بخفة أو بالتزان لا يشعر أبدا براحة أو باطمئنة يحاول جاهدا مع الصلاة والصبر والصيام والقيام وأنتم ذاخله تؤذونه وتعذبنا فأنتم فيه عقود وأعوام أنتم معه سنين طويلة سحر فاس سحر اليهود سحر التعطيل والذبح والدماء سحر القبور والمقابل سحار كثيرة جعلت شابا في نبوغه وفراسته في فقمته وذكائه وعلمه وتخرجه تصد تمنع تحجاب وتغلق وتصفد الأبواب في وجهه حتى لا يكون شأنه حسدا من عند أنفسهم جاءوا بسحر عظيم فهو يعاني منه أكثر من ثلاث عقود يعاني من آثار هذا السحر العظيم أكثر من ثلاثين سنة لا زال يعاني وأنتم في هذا البدن مع أنه كبر وذهب شبابه إلا أن الجن والشياطين لم يستسلموا قد وكيوا به حتى الموت للذلة حتى الموت وللتعطيل حتى الموت وللقهر والحرمان حتى الموت حتى مع زوجه وحله لا يرى لدة ولا سعادة ولا قوة ولا راحة أبدا تسلم من بين يديه المتع والنعم والتغير والتحول إلى مصائب ونقم هكذا الجن معه والملك الشيطان ذاخله يأمر يأمر يهدد يرعيد يزمد ها هاي نعم فبسم الله نجعلها فصلا وقوة ونصرا بإذن الله جل وعلا إني لك ناصح كم اختبأت من سنين كم اختبأت من أعوام كم ثم أختبأت من سنة أنت داخله منذ 1986 عمر دخلته في سنة 1986 وهو عمره أكثر من هذا عمره كبير في السنة لكن دخلته في جامعة فاس عام 1986 كان حينها شابا كان حينها شابا يتمتع بالقوة والذكاء وحب العلم والبحث العلمي منذ عام 1986 وأنت في هذا الرجل يا الله فحبست ومناعت وعذابت لا شك أن المصائب كثيرة بسنبك ها كثير يعني بزاف كثير منذ عام 1986 ويتقلب في الويلات والحصرات والآهات والمعالات بسببك أنت شيطان وكنت تختبئ في هذا البدن وكنت تحفظ قوتك بالخدام كنت تدفع الخدام حتى لك يتكلم ويتحدث وأنت تختبئ في البدن جعلت الجدار والجدار والجدار لكن الله جل وعلا ذمرا وحقما ونسفا وأزال كل جدار تستر ذاخله والعاشق المتيمة التي كانت معه تباعد عن حله وزوجه أزمت وخراجت وغيرها من الخدام نعم أزالت بعك عاشقة صغيرة وهي من رأىها البارحة هي من أدخلتها أنت كي تساعدك وهي التي حرم بها البارحة قبل أن يأتي اليوم البارحة وهي تعلن الإسلام أسلمت أسلمت في الصباح اليوم صباحا أسلمت اسمعني جيدا الكل يتبرأ منك الخدام والحراس والأعوان والرجال واللساء الزكران وإناث لأنهم علموا أن الساعة قد آزفت والحق جاء من الله فماذا بعد الحق إلى الضلال أعلموا أنه من لم يتب ويسلم ويصدق في العهد يعذب وأنت الآن ذليل وحيد وخرج طاعة لله وإن أسلمت وأسأل الله تعالى أن تكون في طاعة الله وأن تكون في حفظ الله ورعاية الله أغراك يا عدو الله طيب هيا خرجي بإذن الله جل وعلا الله أكبر الله أكبر أخرجي أسأل الله تعالى أن يكلمك بالرضا وبالسعادة والطاعة والقوة والعبادة والقبول آمين لا إله إلا الله يعني العل الأول يوم جلها الله جل وعلا وظهرت بفضل الله تعالى كان يحمل هم من كثيرة وأسرار كثيرة وأسئلة كثيرة واستشكالات واستفامت كثيرة لكن الله جلها له بفضل الله تعالى بالرقعة فاكتشف وظهر لنا بفضل الله تعالى الخدام بدأوا يظهرون يسلمون يؤمنون يخرجون ويرى بفضل الله تعالى إشراقا وإقبال ونوعا وخيرا حتى حتى جاء هذا اليوم الذي فيه بقي القوي وحيبا بقي الملك الشيطان منعازلا تسمعوا لله إذن ما عليك إلا أن تخضع ما عليك إلا أن تخشع ما عليك إلا أن تكون مع الذي جاء بالنصر الله إذا جاء نصر الله النصر ليس من سحره ليس من كفره من الله من أراد النصر فعليه أن يعلم أن النصر من الله جل في علاه ومن نصر إلا من عند الله أبدا ليكون من غنب عيده أبدا عز الله فحكم سبحانه جل في علاه ومن نصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصر كم فالحمد لله رب العالمين إنما النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر لابد من الصبر والأخذ بالأسباب لابد من الصبر مع الأخذ بالأسباب التي شرعها رب العباد لتصل بإذن الله تعالى إلى الشفاء والفرج والنصر والتنكين بفضل الله سبحانه وتعالى استعينوا بالله وصيروا فلابد الاستعان بالله جل وعلا والصبر مع الأخذ بالأسباب للوصول بإذن الله جل وعلا أسمعت أنت صبرت من أجل شيطان ومن أجل قليلا أنا شيطان بنفسي ومن أجل سحر وكهام ومن أجل سحر وكهام وجاء هذا اليوم الذي ربما ما كنت تظن أنه آت وعدوك بالملك وعدوك إن أنت بقيت في هذا البدن تؤذيه ترديه تعذبه أن لك ملكا وأي ملك هذا وأنت فيه ثلاث عقود وأكثر كما يقول السيد ملك العار كنت ملك العار طيب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر واصبر سحرك بماذا؟ تريد الخروج بماذا سحر؟ ولماذا سحر؟ وماذا صنعتك هذه الأعوام؟ كشفاس فاسيا 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 مكنسيا مكنس طيب سحرك عظي ما يبقاش ما يبقاش نهائي لماذا؟ لأن الله تعالى حكم ما جئتم به الصحر إن الله سيبطله أكثر من سميع القرآن ومن قراءة القرآن وكن على يقين أن الله سيبطله أكثر من الاستغفار والأذكار وكن على يقين أن الله جل وعلا سيبطله أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والصدقة والإحسان وكن على يقين أن الله جل وعلا سيبطله أكثر من القيام وأعلم أن الله جل وعلا سيبطله أكثر من الاستغفار بالأسحاب وأعلم أن الله جل وعلا سيبطله أكثر من العبرات وأنت ساجل بين يدي رب العرض والسموات وأعلم أن الله جل وعلا سيبطله نعم أحسن الظن في الله جل وعلا وأعلم أن الله سبحانه سيبطله اسأل الله تعالى المدد والمعونة والنصر والزاد والتأييد واعلم أن الله جل وعلا سيمطله أظهر الله تعالى فقرك وفاقتك وحاجتك واضطرارك واعلم أن الله جل وعلا سيمطله والله وبالله وتالله لن يستطيع شيطان يسكن الأبدان أو القلوب والصدور أو العقول ولد الأقدام أن يصبر والعبد واقف بين يدي الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه فإن صبر يوما فلن يصبر معه طول الوقت وطول الأيام أبدا أبدا قد يجل ويظهر جلدا وصبرا وقوة أو يخفي أعراضا لكنه بذاخره هلعون فزعون رعبون وخوفون يخفيه فاصبر واستعين بالله ولا تعجز واعلم أنه هالك لا محالة أو يهتدي بسمك لا محالة أو يخفف فارا لا محالة تتواصحاره ويهدى جنده وخدامه لا محالة بإذن الله جل وعلا تمكن شوفه يتعذبك تخير من الشيطان كي يبكي من وقع الألم الذي يحس به إنسان شنوبقى؟ ربما بعض البشار لا يبكي الشيطان يبكي يقولك تعذب بزف الشيطان بدأ يرحينه بدأ قلبه فيه الحنان فيه الرحمة الشيطان يبكي يعلم أنه ضيع عمره وضيع حياته و30 سنة جعلها في السواد كان متفوق في الجامعة وكان 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 تفضل هجرة إلى أوروبا في قديم فعله كل شيء أتم الدراسة ما سيقوم بإنته ما سيقوم بإنته ما سيقوم بإنته خليس يكمل دراسه وصبر ونجح وصبر ونجح في الجامعة أسقط عام واحد يمكنك تكمله حقوق الدراسة قلوب العزيمة والقبض وعرابة والصبر ولما تخرجه وثم الدراسة الجامعة كانت خاف الشيطان ومن المغرب والمغرب فهو مجرد كم متخرج بالميزة كان عنده حق بشي درام وكentورة أصبح دخلج بالميزة فهو كان عنده حق أنه حق بأوروبا إنتهيU دكتورة ديان. احنا في المغرب. احنا في الدكتورة نعم. اه هربتو الخارج تلا يلتحق يتونوا الدكتورة في المغرب. شوف المكر الجن كيف يعملون. لانه مع انهم حاربوا في الجامعة ومع ذلك استطاع ان يتخرج ويتونوا في الجامعة بميزة عالية وله الحق ان يلتحق ويدفع طلب الدكتورة في المغرب. علموا انه اذا التحق بالدكتورة سوف ينجح بيثين لو يوفق فيها. فغيروا له الوجه على ان يصبح المسافر ويصبح مهاجر في اوروبا. صح? طيب وهناك كانت تعطيه. ها? اشنو عطلتو لي في اوروبا? اشنو ما عطلتو شهر زاف? اشنو درتو? دبرة اخده. طيب هو الان مسؤول في شركة في اوروبا الحمد لله. طيب ماذا صناته له في مع الزوجة؟ كيف كنت تعذن مع الزوجة؟ كيف؟ مثلا؟ جماع في التعامل في الكلام مع الابناء. ها؟ وقال ان ابناءه كلهم مرضى وسبب هو. يعترف انه من يؤذي ابناءه. اذا رضي بالقليل. هو كما يزعم انه رضي بالقليل. اوقف عنه الدكتورة. هاجة ستسبب في الهجرة الى اوروبا. هو الان يشغل. لكن قال دائما مشاكل مع الزوجة. المشاكل مع الابناء. المشاكل في التعامل مع الناس. حتى انه يؤذي ويمرض له الاطفال والابناء. اذا هناك مشاكل. هذه مشاكل. لكن يرى انها يسيرة وخففة. لم تصل الى الحد الذي كان مخطط او يخطط له او مخطط له. صح الله؟ طيب. 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 اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله. رضيت بالله ربا. وبالاسلام دينا. وبمحمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نبيا ورسولا. وعاهد الله. وعاهد الله. ألا أمرضه. ألا أعذبه. كنت تعطل الجماعة. كل شيء. كنت تعذبه في الجماعة. كنت تعطل عليه الفراش بينه بين زوجه. نعم. هذا اول ما اقوى مكان يصنعه داخل البدن. ها؟ ثم يؤذي خارج البدن. أنه يؤذي بالوسلاس العصبية مع الزوجة. ويؤذي الأبناء أيضا. والتأذى حتى الزوجة معه في العصبية. وتعطل الفراش وشيء أخرى. صح؟ طيب. هذه أمور. يعني يحاربه خفية. يعني. كي يسرق منه أمور. بشوية بشوية. فأسأل الله جل وعلا أن يسرق خروجك الآن. كنت تسمعني. فك العقد. لا يبقى سحر. لا يبقى لك في البدن مكان. ولا قرار. خلاص. وأن تكون مع الله في المشارق والمغارب. عبدا لله. طائعا. تعبد ربك جل وعلا حتى يتيك اليقين. لا تظلم إنسا ولا جنا. كنت تسمعني لله. واصدق ربك جل وعلا في الإسلام والإيمان والخروج. كنت تسمعني لله. ولا تؤذيه خلق الله. هيا الآن بإذن الله تعالى أتلو عليك. هيا القرآن. وأنت تخرج منه. خلاص. لا رجوع. إن تبيننك عدت أو رجعت تعذب. خلاص. تعذب. ولا نردك عذابا. لا نرجو لك عذابا. بل نرجو لك رحمة وساعة وفوزا ونعيما وملكا كبيرا من الله جل وعلا. ترجمة نانسي قنقر